اشتركوا في القناة في الموضوع النهاردة موضوع مميز وموضوع شغل الرأي العام الطبي في الأولى الأخيرة موضوعنا نتكلم عن التهاب الغدد اللعبية الغدد اللعبية هي غدد قنوية تقوم بإفراز مادة اللعاب هي المادة التي تعمل على تسهيل عملية الهضم أي زيادة في إفراز مادة اللعاب أو النقص فيها بيؤدي إلى بعض المشاكل أيضا بتتعرض هذه الغدد إلى التهابات أو إلى تكون الحصوات اللي بتؤدي إلى مشاكل كثيرة بيتعرض لها المرضى الغدد اللعبية تعرفها المشاكل اللي بتؤدي إليها تشخيص المرض علاجها هذا ما سنعرفه مع ضيفي المتميز دائماً الأستاذ الدكتور محمد منيسي أستاذ الكبد والجهاز الهضمي أهلا بك يا دكتور أهلا محمد أهلا منيك سعداء بوجدك معنا في استيديو الصحر ربنا يبارك فيك يعني أنت ضاف لكل مكان تكون موجود فيه إن شاء الله ربنا يبارك فيك حبيب تسلم الغدد اللعبية موضوع جديد يعني أو موضوع شغل العام وبالذات بتعرضي لأطفال إيه هي الغدد اللعبية دكتور إحنا طول عمرنا بننسى الغدد اللعبية ما نفتكرهاش إلا لما أحد يجي له الغدد النوكافية أقول لك ده جاله الغدد النوكافية نحنا كنا متعمينه بس جات له الغدد النوكافية تطعيم الغدد النوكافية ده ظهر سنة 1940 أول واحد وبعد كده ظهر التاني في 1967 يعني أول واحد كان حاجة يعني كان نوع من الفيروسات غير حي وإنت عارف فكرة التطعيم ابتدت منذ 1798 ابتدوا بالتشيكين بوكس اللي هو الجديري اللي اختفى من العالم كان بي موت 20% من الكبار وكان يموت 80% من الصغار وفيهام علماء كثيرين يعني منيجي نقول كام واحد مات بالجديري يعني علماء في الطب وكميات كبيرة وبعدين ابتدوا يتكلموا في فكرة التطعيم نعم نعم أما فكرة وتطور التطعيم مع باستيرو وتطور إن إحنا دلوقتي بقى مصر ناجح إن إحنا بنعمل كل فئات التطعيم مما فيهم شلل الأطفال ناجحنا في القضاء على حاجات كتير جدا نعم فمسؤالي منظر الغدد اللعبية هي موجودة في هذه المنطقة وبيعدي من خلالها العصب السابع فممكن يحصل فيهم التهاب ويحصل التهاب في العصب السابع ويبقى فيه تأثير الناس اللي بتتعرض للهوى ممكن يحصل فيها حصوات يعني ممكن يكون فيها حصوات ممكن يجي لها مرض مناعي اسمه ساركويدوزيس مرض آخر اسمه جوجرين وممكن تصب حاجات يعني غير المناعية التهابات بكتيرية التهابات اه فهي عندها حاجات كتير جدا ممكن تؤدي الى هذا الكلام ممكن فاروس الايدزي اثر فيها يعني زي ما احنا اتفرجنا كده على شكلها في البيديو لما نجي نتفرج على الأداء بتاع خلق الله في هذا الموضوع وازاي وبعدين هي فتحة يعني القناة بتاعتها فتحة قدام الدرس التاني الكبير فوق يعني مكان دقيق عند كل الناس وممكن يحصل فيه حصوة ممكن يقل الإفرازات يعني الناس اللي بيجي لهم جفاف مرض اسمه جوجرين يجي له جفاف في العين وجفاف في هذا الفم ده عذاب حتى لا عارف ياخد نفس ويشقر بالليل وتعذيب طبعا لله حكم عظيمة اه المرض اللي اسمه ساركويدوزيس او نوع من الامراض المناعية وده بيصيب كل اماكن الجسم تلاقي خلل في شكل مناخير ممكن يبقى حاجات زي الدمامل ونقط حمراء دي كلها عارض بتنظر يا دكتور على المصاب ده ممكن يعني هي ممكن تبقى جزء مصاب لوحده ممكن تبقى جزء من امراض كثيرة احنا منفرق كده على شكل جراحي للغدة اللعبية الكبيرة والناس كلها فاكرة ان الغدد اللعبية عبارة عن غدة واحدة هم ثلاث غدد على كل ناحية يعني ست يعني ست ثلاثة هنا وثلاثة هنا وكل اصاباتهم يعني تكاد تكون واحدة لكن مثلا العصب السابع ممكن يتأثر نتيجة اي اورام في غدة ثم ما فانت تبص تلاقي خلل في المنطقة اللي هو بيغزيها العصب السابع مش عارف فيه في العينيه مش عارف فيه في البقه مش عارف فيه مدغو ينزل اللعب من فمه فيه ناس اللي بيجي لهم مرض الشلل الرعاش احنا بنظن ان هو بيبقى عنده اضرار في الغدد اللعبية لكن الحقيقة لا ده هو بيبقى مش عارف يبلع عريقه كويس عشان كده اللعب يتكون في بقه نعم ناس كتير جدا من عندهم ضعف في انواع حاجة اسمها البالبر بولسي خلل فيه العصب التاسع والعاشر والاثناشر والحداشر والاثناشر ده ممكن يبقى عندهم تراكم في اللعبية في مناطق في الفم هل فرز اللعب يا دكتور او عمل الغدد اللعبية يكون دائما في اوقات الاكل او التخزيه رب الاسباب لما خلق الغدد اللعبية خلقها لم يخلقها عبثا يعني هي دورها انها شغالة طول الوقت في المفروض انها بنظف الاسنان لكن لوحدها لا تكفي وإلا ما كانش الرسول امرك بالسواك وإلا النهاردة احنا في عصرك في هذا العصر ما بنتكلمش على معجون السنان وبنتكلم على فرشة السنان ده اساسيات من هذا الموضوع احنا شايفين شكل الجمجمة وشكل ده مكان الغدد ده مكان الغدد يعني سبحان الله ده العضل بقى ده العضل اللي هي بتاعت المضغ لما بيحصل هذي المضغ بنت عندك عضلتين على فكرة عضلات المضغ دول أقوى العضلات اللي موجودة في الفم ودي منظر الغدد اللعبية الغدد اللي احنا نسميها الغدد النكافية البروتة الجيلان ودي الغدد التانية اللي هي السفلية ودي الغدد الثالثة اللي هي السابلينجول ده اماكن التواجد الغدد دي مع المضغ بيحصل نزول في هذا اللعب بيزيد الإضرار الناس اللي هتمضغ طول الوقت اللي بقى مثلا اللعب هيبقى أقل تركيزاً ممكن الناس اللي بيحصل عندهم إقلال في المضغ ده يحصل لهم حصوات القنوات اللي جفاف كبار سن الناس اللي عندهم التهاب بكتيري ما بتغسلش سنانها كويس فممكن يجي لهم التهاب بكتيري في هذا المكان وممكن يجي لهم حصوات ويبقى مش سهل ويبقى ألم فضيع وحرارة وتكسير ووجود غدد لنفوية نعم فبتجد يعني هي الإصابة في هذه الغدد ما هيش يعني ممكن تجدها ترفع لك إنزيم اسمه الأميليز اللي هو بيرفع بيعلم مضاعفات أخرى بقى غير المضاعفات اللي تطرع على الغدد نفسها جزء من وسائل الكشف لكن ما هوش له أهمية في ناس بتضطر تعمل جزء تدخل جراحة لما بيبقى فيه حصاته ولكن ده آخر حاجة الطب يحبها لأن كل الكلام ده مع الإضرار ومع النمط الغذائي الجيد ومع اللمون ومع أشياء كثيرة جدا الأمور بتتحسن لكن هي 99% من الناس ما عندهمش مشاكل في هذا الكلام لكن الناس بتشوفها في التهاب الممبس الغدة النكافية التهاب ده فيروسي وده ممكن يصيب أطفالنا وممكن يجي الكبار على فكرة يعني مش مشاكله بقى مش التهاب الغدة النكافية والحرارة والشعور بالإجهاد لكن هو ممكن كيف ينتقل للآخرين هو ممكن ينتقل في مدة عشر أيام طول ظهور الأعراض طبعا هنا بيوردنا شكل الغدة هذه أماكن الثلاث غدة هذه الغدة الكبيرة اللي هي ما بين الفك وما بين الأذن وهذه الغدتين الغدة الصغيرة والغدة الكبيرة هما بسموهم ودول بيقدوا إلى يعني بيفرزوا اللعاب ماذا عن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالتهابات الغدة اللعابية؟ يعني زي ما شفنا في الصورة الطفل اللي جاله غدة نكافية مامبس اللي إحنا النهاردة يعني الدولة بتطعم الناس من الغدة نكافية أنت بتقوله جدا ده التهاب فاروسي هل لي أقراص للعلاج؟ مفيش أقراص للعلاج لكن إحنا بنخاف لما بحصل التهاب في الخصياطين أو في المبيض التهاب فاروسي ده التهاب فاروسي عام يعني همس بس بيصيب الغدة نكافية الناس فاكرا أن الفيروس بيصيب الغدة نكافية فقط لكن ده ممكن وليه مضعفات ممكن يعمل لك التهاب رئوي ممكن يعمل لك يصيب المخ الإصابات دي نادرة لكن عشان كده التطعيم مهم للعلاج وللوقاية من هذا الموضوع أو من هذا الفيروس فده قصة لكن وده نادر ده زمان كان قاتل لكن مع ظهور التطعيمات والنهار ده بقى عندنا رعاية مركزة في حالة أن ظهر مضعفات أو خلاف هذا ونديله محليل وقد نديله بعض العلاجات اللي تساعد على الشفاء فده أصبح موضوع آخر فالقصة بتاعت الحصبة والتهاب الغدى النكافية المعلوم لدينا والتهاب الحصبة الألماني والنهار ده بناخد لهم التطعيم الـ MMR نحن هنا بنتفرج على شكل الغدى النكافية وإزاي لما بيعملوا لهم رسم بيبقى عاملين شبه الشجرة ماذا علاقة للغدى النكافية دكتور؟ نعم علاقة ما هي العلاقة المرتبطة بين الغدى النكافية والغدى العمية؟ هنا بيوريك الغدى النكافية والغدى النكافية ده إصادتها بالفيروس سمى المرض مامبس التهاب الغدى أنه كافية اللي احنا سميناه يعني هو واحد نعم أنت تفرجت على منظر الأنسجة اللي هي بتلم الغدى اللعبية بقت شبه للشجرة زي ما انت شفته كده على الشاشة واللعب ينزل وكله ينزل في القناة واحدة فإذا حصل حصوة دخلها ده بقت مأساة وحنضطر نروح لجراحه وحناخد مضادات حقيقة حناخد علاجات وحناخد نمط غذائي محدد إذا حصل التهاب الفيروسي فإحنا بنتطر نقعد بهذا الشكل لكن مع التطعيمات انتهى موضوع لكن ما عندنا بعض الأمراض الأخرى اللي احنا مش ياخدين بالنا منها أمراض مناعية مرض اسمه جوغرين ومرض اسمه الساركويدوزس الساركويد مرض الساركويد الساركويد ده مرض مناعي بيبقى فيه ارتفاع في الكالسيوم ممكن يصيب الرئة ويصيب الغدد اللمفاوية وقد يصيب الغدد اللعبية ويصيب الجلد ويصيب الكلا ويعني فانت ممكن يبقى عندك دور التهاب رئوي نعمل لك أشعبان شكل محدد كأن عنده التهاب رئوي ويختلط على بعض الأطباء لأنه عنده أورام سيدة شالت سرطان سادي ووجدوا بقر هنا في أعلى العين وبقر جلدية فظنوا إن وده حاجة ما بتحصلش نادراً حاجات مكتوبة في الطب بشكل نادر لكن ممكن يبقى فيه طبعاً حاجات من الامتداد بهذا الشكل سواء على الضفيرة العصبية وده حاجاتنا مش المنظر بتاع أورام السرطان يعني زي إحنا كده بنفرج على الشكل الغدد اللعبية الثلاث غدد اللعبية وإزاي بيبعثوا اللعاب بينزل إلى هذه المنطقة وكلهم يعني وقت الهضم بيساعدوا على البلع ومضغ يعني مع المضغ بيبقى ليهم دور زي تزييد الأكل واللي بيساعد على المضغ بشكل جيد طيب لكن لما بنتكلم على الأمراض المناعية فمرض السيركويد ده لحسن طبعاً بتوع الصدرية بيشخصه كتير يعني لو حد صادف أنه ذهب إلى طبيب صدرية شاطر فلحسن حظه أنه هيكتشفه لكن ممكن يروح لأطباء آخرين مش متخصصين اختلت علىهم الأمر لما أنه هو بيصيبك يعني أنت عندك أمراض السيركويد ده ممكن يصيب الكبد يصيب الطحال يصيب خلايا يعني دي لك شكل الخلايا الدم يصيب الجلد طبعاً أطباء الجلد شاطرين معظمهم مهروا يقدر يقولك ده مرض السيركويد بيطلع معها حاجات محددة التهاب كده حاجات عاملة زي الدمامل بيسموها إرثيما نودوزم يليها وصف كده مش عارفة سميه إيه باللغة العربية عفواً بس هي شابه الدمامل بتطلع مع أمراض أخرى وبتطلع مع السرطانات وبتطلع مع أدوية السيركويد ده ممكن يؤدي إلى فشل كلوي ممكن يؤدي لكن في 99% من الناس الموضوع بيعيش بشكل عادي جداً لكن ممكن تجد واحد الغدد كبير الغدد اللعبية الغدد البراطي دي اللعبية الغدد لأنه كافية الكبرى أو الغدد فممكن يجي معاد المرض الآخر اللي هو الجوجرين ويبقى فيه جفاف وعذاب لصاحبه ونبتدي نديله حاجات في العين وحاجات في الفم علشان يساعد على يعني تزييد هذا الكلام وحركات العين لأن جفاف العين ده من المقاسي في الحياة يعني التهاب شديد جفاف الفم يعني ربك بيعريك بقى يعني خلص أنت عندك الحاجة دي لكن لما نشيلها منك بتبقى عذاب انت النهاردة عشان بتنضغ بشكل جيد وما عندكش مشكلة فانت شايف الموضوع ده بسيط يعني إيه غدد لعبية ولا حجيلي غدد لعبية دي ولا مفيش الكلام دي لكن بس شوية جفاف أو شوية التهاب فيها إذا تدعى عضو يعني تدعى له سائر أعضاء الجسد بين السهر والحم هنتكلم يا دكتور عن الأعراض السابتة التي تظهر على مريض الغد لعبية لكن بعد الفاصل مشاهدين يا الكرام فاصل قصير ونعود بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا بكم مرة تانية في عيادة الصحة وأولا ألاحب بضيفي الأستاذ دكتور محمد منيسي أستاذ الكابد الجاهزة الهضم أهلا بك يا دكتور أهلا يا محمد أهلا بك دكتور كلمنا قبل الفاصل عن الغدد اللعبية والمشاكل بتؤدي لها والأعراض التي تظهر على المصاب وبعض المشاكل التي تؤدي إليها أي خلل في الغدد اللعبية تكلمنا عن بعض الأشياء وهنتكلم عن بعض في بعض الفاصل بعض المشاكل يا دكتور بيتؤدي أو تكون مترتبة على أي خلل في الغدد اللعبية مثل قرح الفم أو زيادة مشاكل البلع وأيضا رائحة الفم عادينا نتكلم عليها ونوضحها لمشاهدين الكرام بطريقة مبسطة دلوقتي احنا كلمنا على شكل الغدد والقصة وتفرجنا على أسوارها بشكل لطيف جدا وعرفنا يعني ايه ان احنا مشوهدين بالنا منها يعني انت موقت تخبط في الغدد عشان كده بنقول بولادنا بلاش يتخنقوا في الشارع بلاش حد يخبطوا مفوشهم ممكن تعملك التهاب ممكن يعملك تكاوم دامة وفيها ممكن يعملك مشكلة ممكن يعملك حصوة بسبب ان انت تخبطت فيها بسبب الجفاف ان احنا منشفش معها كتير في الكبار واتفقنا ان في حاجات بتقدي الى تراكم اللعاب او احنا بنظن انها بتعملك اضرار للعاب وفيه أدوية نقدر ناخدها تقلل اضرار اللعاب للناس مثلا عنده شلق الرعاش وحاجات من هذا القبيل لكن ميجي نتكلم النهاردة ما بقاش فيه لعاب النهاردة عندنا حصل جفاف في المرض اللي هو الساركويدوزيس وده مرض الساركويد ده بيحصل لكثير من البشر احنا ما بننساهمش يعني بس المهم ان احنا نشخصه جيدا مرض جوجرين ده برضو اللي هو فيه جفاف عين وجفاف طبعا بيشخصه يعني سريعا اطباء والاول انت بتخاف على عينك تلاقي حمر في العين وجفاف شديد وممكن تظن ان عندك التاب وطوعة تاخد في قطارات والحقيقة انه ده جفاف مناعي فبتذهب الى طبيب العيون طبيب شطر عيون بقدر شخصك انه فيه مرض جوجرين هي حاجات شكلها نقدر لكن هي موجودة وسطنا والمشكلة انها ما بتتشخص المشكلة ان احنا بنبقى عاديين سايبين الموضوع مش عالفين ده ايه مشكلة المناعية يعني ما بنروحش المتخصص في هذا اللي هو بتاع الطب المناعي او بتاع العيون بيعالج هذا الكلام يعني الامراض الروماتيزمية بيعالج الساركويد امراض الصدر بيعالج الجزء اللي يخص الصدرية طب بتاع الصدرية ده واحنا بنتكلم عن الهدد اللعبية ما قصة اكتشف ان فيه غدد لعبية واكتشف ان فيه حاجة جلدية نعم بس لقى عمل اشعة على الصدر لقى التهاب في الصدر ولقى غدد لنفاوية في الصدر طب هل هو حيكتفي بهذا الكلام نعم ويقولك ده مرض اسمه الساركويد نعم اللي هو بتاع الغدد اللعبية ده لازم يستبعد اورام وسرطان وضرن وحاجات كثيرة جدا صعوبة الوصول الى المشكلة اه ولازم يستبعد ان هو الشخص ده قاعد في اماكن فيها مصانع اسمانتو ومصانع جبس ومصانع البريليم والاسباستوس مش بنتكلم على مصرنا بس بتكلم على الدنيا كلها واجه على يامكات القصص كده فلابد ان احنا يبقى الموضوع ده واخد مجال في حاجات المرض الساركويد ده ممكن يؤدي الى تشوهات في الجلد في شكل العين في شكل الانف يعني ممكن يصيب العين نفسه وداخل العين فيؤدي الى عمى نعم يعني احنا مش وممكن يؤدي الى تشوهات عامة نتيجة اللي بيحصل من هذا المرض نعم لانه هو عامل زي الجرانيوليشن تشو بيبقى مشابه يعني الساركويد ده دارن بدون بكتيريا دارن مش بكتيري نعم يعني دارن هو هو نفس الخلل المناعي اللي بيحصل هو اعتبره دارن بس سبحان الله بدون بكتيريا دارنية نعم يعني طيب لما بنلاقي بقى قصة جفاف الفم رائحة الفم قرح الفم ده المشاكل اكثر دورا اه في ناس اول عرض لها حصل قلة في اللعاب فبقى مش عارف يبلح فدخلنا في قصة انه هو عنده امراض البلع يعمل مشاكل حركية ما لاقيش مشاكل حركية امراض الحركية مرض الاكاليشيا اللي بيسمونه الاكاليشيا او حاجة مرض اسمه ناتكراكر اللي هو انقباض انقباض وتقلص المريء حاجات تتكلمني عليها في حلقات سابقة اه لكن احد المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة ونقعد نشخص في حاجات اخرى ونديله في الادوية اللي هي الباسطة وننسى ان احنا نديله الادوية اللي نتعالج هذا الموضوع نعم ونفقد التشخيص يعني او نضل التشخيص او نكون بنتعامل في حتة اخرى طيب لما نيجي للقرح الفم قرح الفم لوحدها مش هو دا الموضوع يعني لها نقدر نقول لها اسباب كثيرة جدا يعني ما نفعش حد يجي لي قرح فم واول حاجة دور له فيها اقول له مشاكل الغدى دوله عبية نعم يعني دي رقم 17 لكن قد يكون لها اثر او قد تكون جزء من امراض منعية اخرى يعني بس لازم ادور على مرض الزئبة الحمرة اللي عنده قرحة ومرض الزئبة الحمرة ده برضو بيبقى معها حاجات جلدية اخرى حاجة سبه الحمار في الوجه وليه وضع محايد بسموه وممكن يؤثر على المفاصل ويؤثر على الكيلة وقد يكون ليه تأثير على الصدر يعني الامراض المناعية بتصيب اماكن كثيرة فلازم ان انا استبعد ده او اشهر حاجة وبيبقى معها تساقط شعر مرض الزئبة الحمرة نستبعد ده كله بقى طبعا ما ده جزء من الموضوع يعني ده مش موضوع مستقل ولازم استبعد مرض اسمه بهجة اذا كان في الزكور ومرض بهجة ده بيصيب برضو يديك الام في الخصيتين ويديك قرح في العين وقرح في الفم وقد يكون ليه علامات جلدية اخرى اشوف احنا كامل حاجة قلناها لازم استبعد ده كله وطبيب شاطر يفحص هذا الكلام ويفصل ما بين ده وده ويقولك ده مرض بهجة لان مرض بهجة ماعاد تجلطات في الجسم يعني اهم حاجة في النقطة دي التشخيص السليم التشخيص السليم طب دكتور انو نوه مشاهدين الكرام ونرجع بس للموضوعنا عاتين مشاهدين الكرام نساعد بمشاركتكم معنا من خلال ارقامنا الموضحة معكم على الشاشة او من خلال صبحتنا على الفيسبوك والتويتر ونطر عليكم سؤال الحلقة السؤال بيقول هل تصيبك الكشعريرة باستمرار؟ منتظرنا ايش ايجابتكم على ارقامنا الموضحة معكم على الشاشة نرجع لقرح الفم دكتور بارتاني فاحنا عايزين نستبعد زئب الحمراء عايزين نستبعد مرض اسمه بهست او مرض اسمه بهجة وعايزين نستبعد في جزء بقى قرح الفم ملهاش علاقة يقولك عندي عصر هضم فالعفونة اللي في البطن كلام هراء ملوش اي قيمة لكن العلاقة اللي بين المعدة وما بين قرح الفم الناس اللي عندهم حساسيات طعام وحساسية القمح بالذات ومش عيب ان حساسية القمح جبان في سن كبير يعني ممكن يتم اكتشافه انت معاك من زمان او مولود بيها بس ظهرت في سن كبير ومش لازم تظهر لك في سن صغير ومعها قرح فم ومعها قد يكون جفاف فم ورائحة فم كريهة وبعد كده بعض الامراض الجلدية بقى الاخرى اللي معها تقرحات فم ومعها تقرحات جلدية او اكياس جلدية يعني مرض يعني كثير من الامراض الجلدية الاخرى اللي هي البانفيجس والبانفيجايد والاشياء الاخرى بس احنا قلنا نستبعد الاشياء السهلة لكن بعد كده عندك امراض اللاسة الامراض اللي هي مرتبطة بالجفاف والالتهابات البكترية والالتهابات الفيروسية مرض هيربس والساتوميجالوفيروس يعمل لك هذا الكلام والناس اللي بتاخد مضادات حيوية اللي بيطلع لهم فطر كثير وبعض الناس اللي عادة تاخد ادوية يحصل لهم مرض اسمه ستيفن جونسون يعني كأنه عنده حرق في الفم يعني عندنا اشياء كثيرة بس احنا زي ما اتفقنا ان مشاكل البالع واللي احنا كنا بنذكرها في حلقات سابقة برضو قرح الفم بهذا الشكل الهودة اللعبية ليها برضو دور برضو هو ده القصة كلها يعني هي ده الموضوع ما هواش منفصل لان مع هذه الامراض تقرحات في الفم يعني قصة الهودة اللعبية ليست فقط غودة اللعبية احنا بتنزل لنا اللعاب او تجيب لنا او نجد مرض الغودة الممبس اللي هو المرض الغودة النكافية ومضاعفات اخرى قد تكون مرتبطة بهذا الفيروس وان احنا بنقول ان ما عندناش علاج احنا عندنا فرصة التطعيم طب هل يمكن استخدام قليات اخرى غير التطعيم في علاج الغودة اللعبية لا ده مش علاج ده العلاج اه عندك لو التهاب بكتيري هتاخد علاج لو التهاب فيروسي هتعمل حاجات محددة لو الامراض المناعية هتاخد ادوية لهذه الامراض المناعية لو سببت بعض المضاعفات من نتيجة المرض العام هتقدر تعمل هذا العلاجات بهذا الشكل لكن احنا مش عايزين ننسى العناية بالفم بشكل ما نعم ونظافة الفم لان التهابات البكتيرية وخلافه يعني مش عايزين يا ما اتكلمنا ان مع علاقة الامراض بتاعت الفم والحمة الرومتزمية والقلب ويا ما اتكلمنا على انها قد تسبب اشياء واشياء واشياء مش عايزين نربط ده اه هي طبعا دي حقائق مش هنقدر ننكرها لكن نظافة الفم مهمة نظافة الفم ونوعية الطعام كيف ان انا بقى اخلي نوعية الطعام بتاعته بسركيات بقى بقدر اتباح سركيات اقلل طبعا في اي حاجة فيها زيت سمن محليات المقليات المسبكات المخبوزات اتكالت هذا الكلام اخسل الفم جيدا استخدم فرشة السنان والمعجون السنان واستخدم كل الادوات اللي بتنظف الاسنان بشكل جيد بالحفاظ على الاسنان ورائحة الفم طبعا والوقاية من هذه الاشياء طبعا زي ما قلنا ان في قرح تبقى مناعية وقرح بكتيرية وقرح فيروسية واآ وا وا احنا سربنا بعفواnow كل هذا الكلام طبعا امتى يا دكتور يتم تدخل جراحيًا في علاج الغدد اللعبية او استقصالها لا قدر الله بقى الغدد اللعبية دي ممكن تصاب بقاورامة ممكن تصاب بحاجات الليمفومة وممكن تصاب بسرطانات محددة ممكن تصاب بالساركويد 없는 سدد لك الممكن يبقى فيه حصوة داخل هذا الكلام فهي مش بس بطاقة جراحة الكلام الي احنا قلناه احنا قلنا الحاجات العامة بس فيه اجزاء جراحية هي بتصاب بيها يعني مش ال احنا اتكلمنا على الجزء الباطني في هذا الامر لكن الجزء الجراحي ده هي منكم تصاب بحاجات كتيرة جدا يا اورام سرطانية انواع القادل في كارسينومة وخلافه سواء اورام الحميدة الاورام الغير حميدة وجود حصه عادة بنفضل او بنادعو دايما ان محدش يتدخل في الجراحية مع هذه الغدد لقدر الله لو حصل خلل وضغط شديد على العصب السابع مسلا يعني ايه ده يأثر على الشكل العام طبعا فقد تضطر بقى الاشياء كثيرة وكثيرة طب امتى يتم يا دكتور الاستقصال الغدة تماما الغدة اللعبية وهو ده اللي احنا بكلم فيه السرطانات الاورام الحاجات اللي من هذا القبيل طب هل استقصالها بيؤدي الى اثار جاربية او عدم موجودها في داخل الجسم الانساني بيؤدي الى اثار؟ ربك ما خلاقش حاجة عبس بس ده لك مزيد يعني انت الكلا علشان تشعر تلاقي الارتفاع الوظائف الكلا ده لازم تكون تمانين لتسعين في المئة من الكلا باز عشان نقول ان حصل خلل في الكبد حقيقي ونقول ده خلنا فيه تلايف غير متكافئ وعراض كبد لازم يكون سبعين لتمانين في المئة من الكبد انت فقدته فانت عندك ريزيرف ربنا خليق لك ريزيرف يعني اه لو شلنا جزء من الغده او الغده مش يحصل حاجة فص كبد اتشال حي يطلع غيره كلا شلنا كلا الكلة التانية حتكمل بس ناخد بالنا عشان الكلا ما تبص سبحان الله يعني هي من هذا المفهوم لكن ما فيش خلق عبث ولا اعتباطا ولا نعم سبحان الله يعني ربنا لي في كل حاجة حكمة طبعا حاجة عظيمة سبحان الله دكتور محمد مونيسي وساز الكابد الجهاز الاطمي نشكرك يا دكتور على وجودك معنا ونشكرك على كل المعلومات الهائلة اللي بتقدمها لنا ولمشاهدين الكرام الله يكريمك انتهى وقت الحلقة نشكرك يا دكتور شكرا جزيرا كما نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة شكرا لكم تحياتي محمد حتحوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة